هذا وعلنت السعودية ان اثنتان من النقلات الاربع سعوديتان وقد تعرضتان لهجوم تخريبي وهما في طريقهما لعبور الخليج العربي في المياه الاقتصادية لدولة الامارات العربية المتحدة بالقرب من امارة الفجيرة واكد وزير الطاقة السعودية المهندس خالد الفالح انه لم ينجم عن هذا الحجوم اي خسائر في الارواح او تسرب للوقود في حين نجم عنه اضرار بالغة في هيكلي السفينتين واشجب الوزير الفالح هذا الاعتداء الذي يستهدف تهديد حرية الملاحة البحرية وامل الامدادات النفطية للمستهلكين في انحاء العالم كافة واكد على المسئولية المشتركة للمجتمع الدولي في الحفاظ على سلامة الملاحة البحرية وامل الناقلات النفطية تحسبا للاثار التي تترتب على اسواق الطاقة وخطورة ذلك على الاقتصاد العالمي